صرح النائب أحمد قراطة عضو وفد شعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية الأسيوية المنعقدة حاليا في كمبوديا أن مملكة البحرين ترأست اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في إطار اجتماع الجمعية البرلمانية الأسيوية حيث تم في الاجتماع مناقشة مشاريع القرارات بشأن تكامل السوق الطاقة الأسيوي والقضايا المعنية بالبيئة وضمان جهود النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر ودور البرلمانات لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة مشاركة الوفد البرلماني البحريني تأتي لتفعيل وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع المجالس والبرلمانات في المحافل القارية والدولية وإبراز إنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والعمل البرلماني في مملكة البحرين إلى جانب تنسيق المواقف العربية والأسيوية في القضايا الراهنة وتعزيز سبل التعاون على مستوى المجالس والأمانة العامة